اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الأمنية ألا تنسى يا صاحبي ألا تنسى صرت أردد كثيرا طيب الله البقاء وعمر الله الأثر اليوم هو اليوم العالمي للتطوع فما أجمل أن تكون مؤثرا تصنع الأثر وتخدم به المجتمع اليوم العالمي للتطوع هو يوم نجتمع فيه لتكريم أولئك الذين قدموا أعمالا تطوعية لمجتمعهم وأيضا للتوعية بأهمية التطوع وآثاره الإيجابية على الفرد والمجتمع الهيئة الملكية بالجبال تحييكم جميعا في هذه المناسبة التي جاءت من أجل بل تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع أهلا ومرحبا بكم من جديد ونبدأ بآي من الذكر الحكيم يتلوها الشيخ إبراهيم العجلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنا الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الارتقاء بالعمل التطوعي في كافة مناشطه وتحفيز أبناء هذا الوطن على استثمار طاقاتهم وأوقاتهم إيمانا منها بأهمية التطوع في المملكة ودوره في بناء المستقبل لقد ركزت رؤية المملكة عشرين ثلاثين على مجال العمل التطوعي حيث تطمح السعودية من خلال رؤيتها إلى رفع عدد المتطوعين من أحد عشر ألف إلى مليون متطوع قبل نهاية عام عشرين ثلاثين من هذا المنطلق فقد أولت الهيئة الملكية بالجبيل العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية اهتماما بالغا فحرصت في خطتها الاستراتيجية القادمة على تأسيس مركز الهيئة الملكية للمسؤولية الاجتماعية بهدف تنظيم العمل الاجتماعي في جميع مدن الهيئة الملكية واهتمت بتوثيق تلك الجهود المبذولة من خلال بنك التطوع عبر منصة إلكترونية تفاعلية بالإضافة إلى وضع معايير كاملة للمسؤولية الاجتماعية وفق منظومة معينة ولجان متخصصة في هذا العمل كما حرصت إدارة الخدمات الاجتماعية على تعزيز ثقافة التطوع فمنحت الفرق التطوعية الرعاية والعناية حيث بلغ عدد الفرق التطوعية بالمدينة 21 فريقا تطوعيا يضم أكثر من 5000 متطوع ومتطوعة يعملون على تقديم الخدمات التطوعية في المهرجانات والفعاليات والبرامج المختلفة كما حرصت الإدارة على تقديم البرامج التدريبية والتطويرية للمتطوعين وعقد اللقاءات الدورية بهدف تطوير مجال التطوع في مدينة الجبيل الصناعية وتحسين تجربتهم وإثرائهم حتى تزداد إسهامات المتطوعين من الشباب السعودي في خدمة وطنهم ومجتمعهم أنا عمر بن فهد الغربي مهتم في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم من اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي وكذلك اختبار قدرات الجامعيين واختبار قدرات المعرفية حرصت على التطوع في هذا المجال لأن هذه الاختبارات متطلبات لبعض الوظائف وكذلك لدراسات الجامعية استخدمت منصة تويتر عبر هاشتاج قدرات كاميل غربي منذ عام 2014 وسبب ذلك لنشر الثقافة في المجتمع وخدمة لأكبر عدد من الطلاب والطالبات والمهتمين وفي جميع مدن المملكة العربية السعودية بعد التطوع لمدة في هذا المجال حصدت دعوات المختبرين بشكل يبهج النفس ويعطي دافع الاستمرار والتطوع مرارا ومرارا السلام عليكم معكم أخوكم جاسم مولا من سكان مدينة جبيرة الصناعية أنا مصور هاوي أحب أني أسافر وأصور في جولاي 2018 كانت رحلتي الأولى لليابان بهدف التصوير السياحة وزيارة طعبة للصدقاء هناك أول ما وصلت مطار ناريتا في توكيو اكتشفت أن اليابان ضربها عصار وصلت سرعة الرياح الـ 258 كم بالساعة مما أدى إلى أنهم يكفون كل المطارات لا يوجد أي شيء يدخل أو يخرج وأن هناك متضررين واجد في هذه اللحظة أنا قررت أن أكون أساعد لا أحد يساعد وأن أرى طريقة أن أخدم فيها الناس لأن هذه فرصة لدينا مثل ديني ووطني في اليوم الثاني انضميت إلى عائلة أو كانت من ضمن الخطة أن أسكن عند عائلة يابانية طلبت من العائلة اليابانية أنهم يسجلوا يسمي ضمن المتطوعين مع الجيش الياباني بعدما شفت نسبة الوفيات التي كانت في المنطقة هذه وصلت 120 حالة وفاة وأكثر من 300 فقيق اليوم الثالث انضميت الجيش الياباني كان العدد المتطوعين فيها 450 متطوع كنت أنا الأجنب الوحيد والسعودي الوحيد من بين الفرقة هذه من ضمن التسجيل جاني اثنين من المشاركين وواضح عليهم أنهم رتبة معينة أو شيء فكان رئيس الفرقة التطوعية في المنطقة هذه وعمدة المنطقة هذه سألوني أنت من وين ماذا عندك ليه تريد تطوع فقالت لهم هذا واجب ديني ووطني علينا ما قالوا أنت من وين قلت لهم أنا من السعودية فقالوا أن أشكرك على الموضوع هذا نهاية اليوم كرموني بشهادة شكر منهم وليحنا أحتفظ فيها بنفس اليوم جاني تنصر من سفارة خادم الحرمي الشريفية في توكيو كانوا يطمنون عني ويعرفون أن أخباري كلها وكيف وطلبوا مني أن يزورهم في نهاية الرحلة بعد 14 يوم مريت على السفارة وكرموني والحمد لله لكل حال معكم عبير جاسم الدائر قائدة فريق سيدات الصحة الفريق هذا أنشئ في سنة 2017 كان له قصة في بداية إنشاء للفريق أني كنت أمارس رياضة المشي على كرميش فكنت أشاهد السيدات في التجمعات وتبادل المأكولات والحوارات لكن أين استقلال الشواطئ والمنتزهات الموجودة في الجبال فنشأت عندي هذه الفكرة فحبيت أني الفكرة يكون لتوعية السيدات عن أهمية الرياضة أهمية الغذاء الصحي الالتفات إلى أطفالهم من ناحية الغذاء والصحة وتعتبر هي السيدة الأولى في المنزل والحمد لله الفكرة لقت نجاح قوي على الجبال كذلك السيدات تجاوبوا كثير في ممارسة رياضة المشي وشارك هنا كثير فالحمد لله على نجاح الفكرة من المواقف المؤثرة من خلال تطوعي بفريق سيدات الصحة نجتني سيدة أثناء ما كنت أمارس رياضة المشي على الكورنيش حاملة بيدها بوكيور فكانت جايتني مبسوطة أن تبشرني أو تبلغني أني أنا رميت أدوية الاكتئاب من خلال ممارستها معانا رياضة المشي فهذا أدخل سعادة كبيرة حسسني بقيمة العمل التطوع اللي أنا قاعدة أدي لهم أو أقدمه لمجتمعي طبعا التطوع عالم جميل يعني الحمد لله أعملي أثر جدا رائع إيجابي تطوير ذاته في نفس الوقت تمييز في العطاء فأنصح كل إنسان أنه يجعل التطوع جزء من حياته فالتطوع حياته لكن يتطوع ويلتزم وأنا كل ثقة أن كل متطوع سيجد الرضا النفسي وكذلك التطوير المستمر لذاته كل هذه النجاحات لم تكن لولا توفيق الله أولا ثم بتضافر الجهود فشكرا جزيلا لكل من ساهم في وضع لبنة صغيرة تسهم في بناء هذا الصرح العظيم الذي سيبقى علامة فارقة في تاريخ هذه المدينة الحالمة على شاطئ الخليج العربي كثير البدل عادتنا الآن أصحاب السمو والمعالي والسعادة ضيوفنا الكرام مع كلمة سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب السمو أصحاب المعالي الأخوة والأخوات الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في قلب الصناعة النابض مدينة الجبيل الصناعية التي كانت ولا تزال وستظل بحول الله تعالى مدينة ملهمة للجميع ومصدر فخر لكل مواطن في هذا البلد المعطاء في الخامس من ديسمبر من كل عام يحتفل متطوع العالم بيومهم العالمين وهي مناسبة مميزة ومتجددة لتعزيز روح التطوع وتكريم المتطوعين وكذلك هي مناسبة حية تجدد التزامنا بهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة وسامية وهي كذلك تأصيل لدور ومساهمة المتطوعين والمتطوعات في تحقيق التنمية الشاملة في بناء الوطن لقد أصبح العمل التطوعي ركيز أساسي في بناء المجتمع وتماسكه وعامل رئيسي في تنمية روح للعطاء لجميع الأفراد فالعمل التطوعي ثقافة وفكر ورسالة يقدمه المتطوعون للجميع بصورة عالية الوضوح يرسمها شغفهم يرسمها شغفهم بالعمل التطوعي وتلونها قلوبهم وعقولهم وسواعدهم الإخوة والأخوات على مر الأعوام يرى الجميع مدينة الجبيل الصناعية منصة تطوعية رائدة على مستوى المملكة واليوم يتطلع الكثيرون إلى دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة عشرين ثلاثين في مجالات عديدة ومنها العمل التطوعي ومتطوع ومتطوعات الجبيل يعملون برؤية واضحة وتركيز كبير وانضباط مميز يعملون من خلال توظيف طاقاتهم العلمية والعملية ومهاراتهم الحياتية وكذلك خبراتهم المهنية في تحقيق أهداف العمل التطوعي المتوافق مع التوجه التنموي الذي تعيشه المملكة هذا اليوم لقد أولت الهيئة الملكية بالجبيل للعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية اهتماما بالغا فحرصت على تأسيس مركز الهيئة الملكية للمسؤولية الاجتماعية والذي يهدف إلى تنظيم العمل الاجتماعي في جميع مرافق الهيئة الملكية واهتمت كذلك بتوثيق تلك الجهود من خلال بنك التطوع عبر منصة إلكترونية تفاعلية بالإضافة إلى وضع معايير كاملة للمسؤولية الاجتماعية وفق منظومة معينة ولجان متخصصة في هذا العمل الإخوة والأخوات يشاركنا اليوم العديد من رواد العمل التطوعي والذين سيتطرقون في جلسة حوارية ستكون بحول الله مميزة وقيمة تضيف لثقافة العمل التطوعي ومبادراته وهي مناسبة أن نقدم الشكر الجزيل لجميع المتحدثين على المشاركة والحرص الدائم على تعزيز روح التطوع والشكر والتقدير كذلك لكم جميع الفرق التطوعية في مدينة الجبيل وأعبروا عن اعتزازي وفخري بكل مساهماتكم والأثر الإيجابي الذي تزرعونه بأيديكم في كل جوانب الحياة وفي الختام كل الشكر والتقدير لفريق العمل الذي لم يتدخر جهداً في الإعداد والتنفيذ والمتابعة لهذه الاحتفالية والتي تزداد تألقاً بكم جميعاً وليكون مساء هذا اليوم وكل مساء مميزاً بأرومة التطوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن أيها الجمع الكريم يتم تجشين نادي الهيئة الملكية التطوعية على بركة الله لقد تفضلتم يا سعادة الرئيس بتجشين نادي الهيئة الملكية التطوعي هو الذي يأتي التزاماً من الهيئة الملكية بقيامها في الاستثمار في الإنسان يهدف النادي إلى تعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية وترسيخ القيم النبيلة القائمة على التكاتف والتعاون إضافة إلى توظيف قدرات وإمكانات الكوادر البشرية من موظفي الهيئة الملكية بالجبيل ورأس الخير بحيث يسهم في بناء بيت خبرة جاذبة لممارسة العمل التطوعي والإبداعي بمدينة الجبيل الصناعية نشكر لكم رعايتكم لهذا المشروع والله يحفظكم ويرعاكم نبارك هذا التجهين ونسأل الله المزيد من التوفيق والآن أيها الإخوة والأخوات نبدأ فعالية رائعة بإذن الله ألا وهي الجلسة الحوارية التي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي للتطوع سوف أدير الجلسة وأدعو الآن ضيوفي الكرام سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن سابقا وضيفي الثاني معالي الأستاذ حمد بن محمد الضويلع نائب وزير الصحة للشؤون الصحية سابقا وضيفي الثالث الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان وهو عضو مجلس الشورى وأمين عامي مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وضيفي الرابع الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث وهو أمين عامي مواسسة جائزة الأميرة صيتها بنت عبد العزيز للتميز في العمل التطوعي ترجمة نانسي قبل يعني وهي لنا جميعا عندما تضع أهدافا في مسار حياتك وتعمل جاهدا على تحقيق كل هدف هنا وبالتأكيد سوف تشعر بالسعادة ولكن صدقني ستشعر بسعادة مختلفة تماما إن كنت سببا لسعادة الآخر وذلك إما أن تكون مبادرا أو متطوعا إن شاء الله في هذه الجلسة سوف نتحاور بشكل عام عن التطوع وأرحب فيكم أنتم ضيوفنا الكرام وأرحب أيضا بضيوفي في الجلسة فقط أردت التنويه أيضا لمن أردت المشاركة والمداخلة أو أي استفسار نرحب بمشاركاتكم ومداخلاتكم ولكن بعد نهاية الجلسة الحوارية حياكم الله ضيوفي الكرام حياكم الله سمونا ميرا أحنا طبعا لما كنا جالسين في صالة الضيافة ويعني قلت يا الله يعني على أسئلتكم الإعلاميين أنا شوية حساسة منها لا لا أبدا الموضوع عن التطوع ولكن بمعنى قلت يا الله يعني على أسئلتكم ودنا نفتتح هالجلسة المباركة بسؤال لسموك الكريم كلمين بس بشكل عام عن أهمية التطوع ومدى يعني أثر التطوع إذا كان يعني في المجتمع أعمال تطوعية منظمة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله القائل في محكم كتابه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والصلاة والسلام على هذه البشرية معلمها سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين بادي ذي بدء أشكر هذه المبادرة الكريمة الطيبة من هيئة الملكية للجبيل ينبع ومن إدارة التعليم وأشكر ابنتي الفاضلة الأستاذة فوزية الطوالة التي كان لها دور في التواصل معي لهذا الحضور الحقيقة بالنسبة للعمل التطوعي هو عملية مشتركة أو عملية مشاركة ما بين المجتمع بأفراده ومؤسساته ومن القطاع الحكومي لأن كما تعلمون أن المجتمع الآن دخلت عليه احتياجات ودخلت عليه تحديات كثيرة فلا يمكن للقطاع الحكومي أن يفي بهذه الآغار فلا بد أن يكون هناك تكامل بين المجتمع وأفراده وبين المؤسسات وقطاعاتها ليكون نساعد في التنمية وتحقيق رؤية المملكة في 2030 العمل التطوعي هو إشراك المواطن السعودي والمقيم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للوصول إلى التنمية المستدامة أنا هذا تعريف يمكن جميل الله يعطيك العافية دكتور عبدالله فوزان يعني السمو الأميرة قالت آخر حاجة قالت هذا هو تعريف للتطوع إشراك الفرد أن يكون متطوع في المجتمع أيضا خدمة لرؤية المملكة أنا بسهلك دكتور عبدالله أنا أنا كفرد ليش أتطوع إش الشي اللي يدفعني إذا تسمح لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية أهلا بهذه الوجوهة الطيبة التي أراها أمامي في هذه المدينة الجميلة الوادعة التي رأيت فيها حقيقة مدينة تستحق أن يبقى فيها الإنسان ليتني أستطيع البقاء في الجبال هذا السحر وهذا الجمال مؤكد أن خلفه بشر وهؤلاء والهيئة الملكية للجبال حقيقة وهنيكم تهنئة خالصة بأن يكون لكم هذا الدور الريادي عجبت أن تكون هيئة صناعية تعنى بالجوانب الاجتماعية فهذا والله مفخرة لكم ومفخرة لنا البعد الآخر هو لإدارة التعليم في المنطقة الشرقية هو مؤكد أن فرعها هنا لهم هذا الدور الجميل الذي تفاعل معكم حقيقة فهم يشكرون أيضا ولا أنسى أيضا فريق وطن متحد ولا أخفيكم بأنني أتمنى لو في أي كل مدينة من مدن المملكة فيها فوزية أطوال هذه الفتاة التي فعلنا لديها من الطاقة المزعجة للطرف الآخر أزعجتني بالعرض ولكن لا تملك أمام مثل هذه النماذج الشابة من شبابنا وشاباتنا إلا أن تدعمهم وتقف معهم ولذلك حضوري هذا اليوم من هذا الباب وهو امتنان لكل من يعمل في هذا الميدان ميدان العمل التطوعي فبارك الله في جهود الجميع شكرا لكم البعد الآخر هو هذه الوجوهة الطيبة التي أمامي حقيقة هذا مفخرة أننا نلتقي وهذا يعني يشكر لكم في الأياء وإدارة التعليم وفريق وطن متحد أننا نتحد هذه الليلة في مثل هذه المناسبة وأن أكون بصحبة هذا الجمع الجميل أيضا من الموجودين هنا على هذا المسرح لنقدم على الأقل بعض تصوراتنا مع علم الأكيد بأنه كلكم تعلمون أكثر مما أعلم أنا ولكنكم أردتم أن تعطوني هذه المساحة بأن أكون معكم هذا المساحة فبارك الله في جهودكم عموما دعني أعود إلى لماذا أتطوع الدراسات العلمية طبعا تقول أن الناس يتفاوتون في دوافعهم نحو العمل التطوعي والثقافة لها دور كبير جدا الذي يعيش فيها الفرد لها دور كبير جدا في تحديد ما هي دوافعه إذا أتينا إلى مجتمع زي المجتمع السعودي حقيقة سنجد أن عام الحاسم باعتبارنا مجتمع مسلم حقيقة ستجد أن الغالبية من من الخرطون في العمل التطوعي هو لو تسأله بيقول لك أنا أبحث عن الأجر صح؟ إذن معناته في دافع ديني في دافع ديني ورغبة في أني أكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى هذا كدافع أساسي لماذا أتطوع؟ حقيقة؟ هناك دوافع متعددة أيضا تتعلق في هذا أريد أحيانا أن نخرج من عزلتي قد يكون هذا دافع أريد أن نخرج من عزلتي لأذهب إلى آخرين وأشعر بأني أنا أقدم خدمة لهم وبالتالي أنا أخرج من هذه العزلة التي أنا موجود فيها بعد آخر الدراسات تقول أن الرغبة في شغل وقت الفراغ كل مننا لديهم وقت فراغ وأيضا كما يقولون وهذه يبقى لكم قصة بس إذا تأذلي قصة أنا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية وكنت ساكن في ولاية المسيبي كنت أدرس الدكتوراه وكنت مستاجر من الشقة اللي أنا فيها من شاي بعمره سبعين سنة وعنده مريته ويمكن حب الخمس وخمسين فكانوا يجون عندي أزيين لهم كليجة وشاهي وإلى آخره وفي الشقة كنت أعزوبي فتفاجأت بأنه كل مغرب كل مغرب قبل المغرب بشوي وبيت على الناس يا صغير ويروحوا يا زوجته لهالبيت هذا وأنا ما أدري وش العلة يعني ما أدري ليش يروحون فألمهم جا عندي جوا عندي ولما قهويتهم والنعناع والكليجة والشغلات هذه فقلت له أنا أشوفكم كل غياب شمس مغيب شمس تذهبون إلى هالبيت اللي في الناس يا وش سالفتكم ش عندكم فقال لي هو طبعا عنده محطة بنزين وعنده هالبيت اللي أنا فيه وعنده مزرعة بس هذا اللي هو يملكه فبالتالي يقول أنا هالبيت صغير هذا فيه خمسة مسنين وخمس مسنات جبتهم وعلى أساس أني أنا أصرف عليهم وأيضا ساعدتني وزارة الصحة في الولاية بأنها عطتني طبيب يمر عليهم وأيضا ممرضة وأنا المصاريف طيب فأنا أقول له طيب أخذوني معهم رحت شفتهم للا خمسة مسنين من اللي ما فيهم قدرة على الحركة فكنت أنا أسأله ليه ليش قاعد تسوي كذا فيقول لي مستر فوزان قلت يس قال أنا أشعر برضى كامل عن ذاتي هنا بأني أنا أخدم هذه الفئة لأنني بس كم سنة وبصير مكانهم هذا واحد البعد الثاني طيب وبعدين قال أنا أسأله لأسأله لأسأله الأمريكا بسبب أن أسأله هذه 10 أشخاص أنا فخور بأنني أخدم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال خدمتي لهؤلاء العشرة مسنين نعم أسأله 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 رائع رائع والدوافع كثيرة الله يعطيك العافية دكتور بس أنت بعد كنت متطوّن تصليح لم الكليجة وبعض الشغلات أي طبعا ما يحتاج كليجة حايل زين الله يعطيك العافية طيب معلي الأستاذ حمد أنا سألت لدكتور عبد الله عن أنا كفر لماذا تطوّع ذكر أنه هناك يعني دافع ديني الابتعاد عن العزلة إلى ما لا نهاية أنا ودي أسألك أيضا أنت كنت نائبا لوزير الله صحة أنا كجهة أو منظمة أو قطاع لماذا أحتاج متطوّعين لماذا أقيم أعمال تطوّعية شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أنا أحب يعني أشكر الحيئة الملكية والمنظمين على رأسهم سعادة الأخ الفاضل مصطفى المهدي على الدعوة الكريمة وأنا دائما أشعر فخر يعني وجودي في المنطقة الشرقية قرب مدينة الجبيل اللي هي قريبة على كل إنسان محبة للخير أنا راح أتكلم على يعني من تجربة خاصة أنا يعني حديث أهد يعني إذا قلت ممكن عشر سنوات في التطوّع ولكني وجدت السعادة جدا أنا عملت في أرامكو 29 سنة وأثرت أني يعني أتطوّع بعد إصابتي بمرض والله شفاني الحمد لله وشكرا يعني على طول قررت أني أخذ التقاعد المبكر وأتطوّع يعني تسديد الدين أو الدافع الأجر اللي ذكرت الدكتور عبدالله والحمد لله يعني صار لي ممكن عشر سنوات ودع السنة وأنا أعمل في العمل التطوّعي عندي لآن ممكن حوالي خمس ست جمعيات مؤسس لها وبالجمعية العمومية وعضو مجلس الإدارة والحمد لله وندمت على كل يوم مر علي قبل هذه العشر سنوات ما تطوّعت فيه بصراحة يعني من السعادة اللي شفتها والتحصيل يعني الواحد يقول ليش أنا أتطوّع أقول بالإضافة للدافع الديني أنا أقول السعادة رد جزء من الدين للوطن الوطن عطانا الكثير والكثير إحنا عملنا التطوّعي اللي يتم بدون أجر نرد جزء ولو بسيط للوطن الوطن هذا المعطاء ملء الفراغ الفراغ قاتل يا أخوان وخوات الفراغ قاتل إذا ملأت بشي حسن فهذا راح يسعدك ويزيدك في الأجر الحاجة اللي تعلمتها بعد كثير من التطوّع العمل كفريق مع المجموع أنت لما تعمل مع المتطوّعين تتعلم كيف تعمل كفريق وليس كشخص أو كفرد لكن الحمد لله أقول لكم يعني لا تتأخرون أنا أقول اليوم الإنسان اللي ما عنده عمل تطوّعي ولهم ساهم في عمل تطوّعي يجب أن يراجع أو تراجع حسابها أو وأعمالها يجب أن يكون هناك عمل تطوّعي ولو بسيط في الأسبوع أو في الشهر للإحساس بالمسؤولية والإحساس بالنفس والتواجد يعني أنا أقول إذا أردت أن تستمتع أيضا بطعم الحياة عليك أن تتطوّع ويعزز قدرك وقيمتك في الدنيا وفي الآخرة أعتقد أن يجب أن يكون لك جزء من وقتك للعمل التطوّعي الله يعطيكم العافية أستاذ حمد أنتقل لدكتور فهد سامح نتأخرنا عليك بس ترك كلها من الدكتور عبدالله فوزان أخرنا إلى أمريكا طيب دكتور فهد يعني ودينا كذا بهاليوم الجميل وهالجلسة الرائعة جدا أنه ندخل بلمحة تثقيفية ونغوص في أعماق التطوّع التخصصي ماذا يقصد بالتطوّع التخصصي وما هو أثره بداية سعيد جدا لكن دعوني في البداية أقف وقت الإجلال وأكبر لجملائي يجميلاتي ممن تاهم في هذا التطوّع وأقول لكم أي شخص نحن نحن في مؤسسة الجاجة في عمير السيدة يعني أقول سوف نتكفل بتكريم جميع المتطوّعين هنا وفي الوقت التي تحددون تلوع من التطوّع هذا حول بالنسبة للتطوّع بديت معاه منذ الصغر يمكن من مرحلة المتوسطة تحديدا واستمرت فيه ولله الحمد واستكملناه ولكن يمكن كان مساري أكثر مع المنظمات الدولية في أمريكا تحديدا وكنا نعمل دورات تدريبية للأشخاص المهمشين أو الأقل حظ في الحياة وبالذات اللاجئين الذين تستقبلهم أمريكا وبدأنا بدورات تدريبية تطوّعية لهؤلاء الأشخاص وكنا ننظر للتطوّع ليس مجرد قضاء ساعة أو ساعتين أو ساعات معينة كنا ننظر للتطوّع من منظور آخر التطوّع هو ابتسامة ترسمها هو كلمة شكر تقولها لأشخاص معينين هو أيضا وتحديدا تماما تسمح لي دكتور نعم بس الصوت الله يساعدك أيضا التطوّع أحيانا هو مرتبط بالبر بشكل أو بآخر رضينا أم أبينا بمعنى أن لا تنتظر والديك أن يقول لك ماذا يريدون أن تذهب أنت بنفسك أن تسأل والدتك ماذا تريدين أن تأخذها إلى السوق معك بدأنا نعمل دورات تدريبية لدورة إنجليزية تحديدا لكيف تستطيع أن تقول لا كيف تستطيع أن تواجه المرض كيف تستطيع أن تتعامل مع المواقف الخطرة في الحياة وجدنا إقبال متناهي من قبل هؤلاء الأشخاص بدأنا الدورات التدريبية وورش العمل مع الممرضات والممرضين في المستشفيات حتى بعدما رجعنا من أمريكا في مستشفى التخصصي فبدأنا بالدورات التدريبية لهؤلاء الأشخاص ووجدنا إقبال كبير ليس من الممرضات بل حتى من الأطباء أنفسهم وكان هناك طبيب يحضرني الآن اسمه في أمريكا كان يقول لنا بأننا حينما كنا نتعلم الطب كان ليس هناك جوانب إنسانية كنا نفكر في عدم الخطأ أن هذا كان مقياس النجاح عدم وجود الخطأ ولكن حينما بدأنا في الدورات التدريبية لكيفية مقابلة المريض كيفية استقباله أين تضع كتفك؟ متى تتكلم؟ متى تضحك؟ هنا بدأ التطوع يأخذ مسار آخر من قضية أنك تتبرع بوقتك إلى جوانب أخرى بدأنا في مستشفى في بوستن وكنا المستشفى حينما تدخل المستشفى تجد أن جميع العاملين تقريبا من المتطوعين ولكن لا يكاد يعرف ذلك من الذي يستقبلك بالكرسي هناك أشخاص معينين مهمتهم فقط يحكون القصص للأطفال هناك أشخاص معينين يستقبلونك من المطارات فكل هذه هم علاقات عامة ولكن غير مدفوعة فحقيقة الآن التطوع ليس مجرد قضاء وقت بقدر ما هو أيضا استفادة من الوقت بشكل دقيق جدا وتوظيفه إلى جوانب نحن يأتينا أشخاص كثيرون يقولون طيب أنا الآن أتطوع ساعة ساعتين كثير خيري ليش تطالبني بساعات كثيرة فنقول له الآن التطوع أصبح صناعة أسوة بأي صناعة أخرى فلا بد أن يحترم الوقت لا بد أن تكون هناك عقود وإن كان هذا ربما البعض يغضب الآن ويقول ما علاقة العقود بالتطوع ولكن لكي تحترم أيضا البعض يرطيكم العافية دكتور أرجع لك سموه لميرا أنا أشوف أن أنت سرحتي لا الله مركزة ما عددت أنا ناظرهم مني أنا كلاش شاشا حتى لو سرحتي أكيد سرحتي بشيء مرتبط بالتطوع كنت أسألك عنها فقط طيب كلمينا شوف يعني أكيد الناس تعشق أسلوب القصص وإحنا في شوق أن نستمع إلى قصة ناجحة أنت يا سموه لميرا عشتيها ودخلت في تفاصيلها طبعا مرتبطة بتطوع سواء في عملك السابق أو قصة حتى أنت مريت في تفاصيلها والله ما بي يعني فاجأت بالسؤال لكن الحقيقة وجودنا هنا وعطائنا هنا للأخوة الأفاضل أو الأبناء الأفاضل بنات الفضليات ما هو العمل التطوعي نعم الحقيقة فيه يمكن أكثر شيء أثر فيني في العمل التطوعي مجموعة ضميت إليها في الواتساب نعم مجموعة هي حديثة يمكن مؤسسة ما أعلم هو موجود معنا الآن ولا لا الأستاذ خالد بن عدم حسن التويجري استشاري وإعلامي مجموعة قضايا وطنية عن طريق الواتساب الحقيقة أثرت فيني كثير لأنها مجموعة افتراضية وأول ما دخلت معهم كنت ما يعني ألقيها اهتمام كبير إلى أن سحبوني ووضعوني رئيسة الفريق العلمي فيها المجموعة هذه الحقيقة لها أهداف لها مزايا تقيم ندوات شهرية تقريبا قضايا وطنية ليست لإثارة البلبلة في المشاكل قدر ما هي تركيز على القضايا المهمة وإيجاد حلول لها عن طريق توصيات لا يمكن هذه أثرت فيني كثير الحقيقة لأن عمل افتراضي مهني الآن سيحول بإذن الله إلى جمعية تعاونية ويمكن حنا صغار أو أطفال يمكن كانوا في المدرسة أو ما إلى ذلك نسمع عن العمل التطوعي لكن ما نركز فيه يمكن القدوة كانت أمامنا البربل والدين أو ما إلى ذلك مثل ما تفضل الدكتور عبدالله بأن الدين برضو يحثنا على العقيدة الدينية والإسلامية تحثنا على عمل الخير وحب الخير وما إلى ذلك في الآن أنا يمكن بعد ما تقاعد يمكن ركز تهتمامي على الأعمال التطوعية في مجالي وهو بث ما عندي سواء من ناحية محاضرات ثقافية أو من ناحية تجربة وخبرة في التعليف أو من ناحية تخصصي في اللغة العربية أسعد أكثر شيء يسعدني الالتقاء بأبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي وألقاء ما عندي أعطاؤهم نبذى شيء عن الأشياء اللي مخزوني وهذا بالتأكيد شيء رائع وهذا أنا عبر أنا عبر أشياء إن شاء الله تكون في نيزان حسنات بإذن الله تعالى دكتور عبدالله اشتكت لي في السؤال بس ما شاء الله ترى ما نقدر نجاري الدكتور عبدالله مجموعة خبرات مجموعة خبرات ما شاء الله وموسوعة ثقافة كلكم فيكم خير والباركة جميعا دكتور عبدالله هناك من يرى أن الدعوة إلى التطوع ضعيفة وهناك فجوة ما بين من يحتاج أن يتم التطوع له والمتطوعين نفسهم لا يوجد وسائل تقوم بالربط ما بين المتطوع ومن يحتاج أن تقدم لأعمال تطوعية بارك الله فيك دعني بداية أني ذا تأذى اللي بس كما أدخل لهذا أبيقول قصة الخروف الخروف كنت أنا لما رجعت من الولايات المتحدة الأمريكية فكرت قلت ما دام هذاك خاد من العشرة واسمع عن مدير تشيسمان هاتين بانك يخصص ساعة من وقته لزيارة المعاقين في الدار ويجيب لهم هدايا وينظف المراحل مدير تشيسمان هاتين بانك شعرت بالتقزم أننا في بلدنا فيها خيار لا شك لكننا كثيرين الكلام قليلين لا فعل فلما رجعت تطوعت في مركز المشترك لبحوث الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية مع الدكتور محمد الطريقي الله يذكره بالخير كان متخصص في الأطراف الاصطناعية فأشتغلت وصرت استقبل العوائل والأسر وهو الاخر ونضحك بوجيههم وبعضهم يقول الله يكزاك خيري بمفوزان والله لو ما لقنا منك إلا هالبتسام ونبتسم في وجيههم ونخفف من معاناتهم إلا يوم من الأيام ما دريت الله الخروف بوسط المبنى الخروف لمرة كالرجال يجير خروف ومعه يا رجل وش السالف قال والله هذه هديتي لك يا ابن فوزان خروف بوسط على قده كتبنا حلال وش عمل بها الحين أي فأبوريك أنه جاب لي خروف للتطوع يعني أقصد ما الذي دفع هذا الإنسان أنه يجيب لك خروف إلا أنه عنده مشاعر خاصة وهذا يرضيك أنت وإن كانت الهدية خروف بس كانت بالنسبة لي جميلة جدا وإن كنت طبعا مقر العمل وإلى آخره تخيل خروف بوسط لكن هذه قدرته وهذا مبلغه من العلم القضية أنا أقول القدوات يا ابني هو لا شك أننا نحتاج إلى نظام وطني للتطوع هذا ما عندي أدنى شك والغريبة أنه إلى الآن لم يصدر هذا النظام مع أنه اشتغلت عليه الهلال الأحمر على وقت الدكتور عبد الرحمن السويلي ما الله يذكره بالخير لما كان مسؤول عن الهلال الأحمر نعم الآن فجلسنا فترة طويلة ما فيه نظام يحكم هذا لكن أيضا البعد الآخر والله إني لقيت إننا كشعب سعودي فينا يعني رغبة في عمل الخير وفينا فزعات وفينا لكن نحتاج إلى قدوات نحتاج إلى قدوات والقائد ليش لأنه ما نحتاج إلى تنظير فقط لا أذكر أني قمت بعملية محاضرة عن العمل التطوعي في ثانوية الملك فهد في نجران وكان فيها لا يقل عن حوالي مادة 300 طالب فهل ممجينة لمدرسة كنت منسق مع المدير أبو الريك دورل دورل القدوة لما خلصنا على العمل التطوعي وقلتها الآن خلصنا يا شباب ما رأيكم من نظف مدرساتكم بحال حين قضينا من الحتي والهذر والكلام ما رأيكم من نظف مدرساتكم لما رأنا نمسق مع مدير المدرسة يجيب لنا مكانس طبعا بالبداية كان في تمنع استغراب حالة استغراب ومتعودين يسمعون محاضرات بس ما في أكشن ما في فعل فالمهم قمنا وبالأخير بدوا واحد واحد يجون مع المدير مع المدرسين مع النظف مع المدير مع المدير وزبطنا الشوارع اللي حول الثانوية وسألت الشباب لما خلصنا قلت ما رأيكم وش تحسون فيه قال والله يا زين النظافة قلت يا والله يا زين النظافة فعلا لأننا من اللي نظف أنتم دور القيادات صراحة في جذب الأدري أدري والله لا أسكت والله أسكت لا أنا بس رغعت يدي بس كده والله أسكت أسكت إي والله أنا كنت بعقب أنه كلامك جميل جدا يا دكتور ورائع القيادات لما بالضبط القيادات وتفضلت قبل القيادات موضوع أن يكون العمل منظم ولو نظام الربط بالضبط ويكون يعني بمنظومة ومسار واضح عشان كده أنا كان ودي أخذ رأيي مع علي الأستاذ ماذا لو كان العمل منظم بشكل أكبر حتى لا يتم استغلال اللي تشوفون سكتان برافو علي ترى سمو الأميرة تصفق لي يا دكتور جسر جميل أي نعم أقصد حتى لا يتم يعني أقصد أن يتم حماية العمل التطوعي إما من جهات مشبوهة أو أشخاص مشبوهين يستغلون الموارد البشرية أو الموارد المالية وأيضا تأكيدا لما تفضل فيه حبيب القلب الدكتور عبدالله الفوزان يجرأي نفسها أنا مثل ما قلت لك أول ما بديت في العمل الخيري يعني أو المجتمعي بعدما التقاعد وكلموني الأخوان رجال أعمال أنا أقول والله بلدنا فيها خير كثير رجال أعمال يعني يحبون ولكن يحبون يساهمون في عمل مثل ما قلت الكلمة هذه المنظم إحنا لما أنا يعني بديت العمل وقلت خلينا شوف إيش موجود في البلد ودرت على عشرات بل مئات الجمعات الخيرية وحصلت عمل كثير لكنها كلها عمل بحماس غير منظم ولذلك أنا يعني نصيحتي لكل من يلجأ إلى أو يحط يده أو يده في العمل التطوعي أن يذهب إلى مؤسسات فيها عمل مؤسساتي يعني القائمين عليها معروفين أو شركات كبيرة فيها جمعية عمومية فيها مجلس إدارة فيها إدارة تنفيذية جيدة فيها استدامة مالية ولذلك أول ما بدينا بطعام كانت هي الشرارة في والحمد لله بعد ما نجحت الطعام والله يعني شغل لكم يا أخوان ويا أخوات كانت تجيني مكالمات يعني إذا ما أبالغ يقول بالمئات باليوم نعم الكل يبغى يدفع غرقنا فلوس غرقنا فلوس يعني يوريك أنه كيف كيف اللي بيعطي سيارة اللي بيعطي يقولنا لا لا سفروا شوية يعني إحنا هدفنا يعني حتى القائمين عليها يعني الأخوان كثيرين عبدالله الفوزان وعصام المهيد وعبدالله الزام لكلهم يعني أنا صارت عندي قناعة كل واحد اسمع عبدالله الفوزان ما شاء الله مميز وحب الخير الله يحب فأنشأنا أطعام وبعدين تواصلوا معنا ناس كثير واليوم بعد عشر سنوات عندنا خمس مؤسسات ما شاء الله يمكن أربعة منها الهيئة الملكية تدعمنا بدعم قوي بصراحة وأنتو محظوظين بصراحة في الجبال وجود الهيئة الملكية وسابق المؤسسات هذه طيب بدن تدعو معالي أستاذ والله ولا أقولها مجاملة لأن الهيئة الملكية طبعا الشركات كثيرة لكن وجود الهيئة الملكية وأنا شفتها هذه بطعام لأن حطيت يدي فيها كثير عندهم معايير يسحبونك معهم فوق لا ترى المكان كذا لا موظفينكم لأن تعرف فيها فود هندلين لازم يكونون كلهم عندهم شهادات الهسب اللي هي شهادة التغذية وبعدين امتدوا معانا عملنا مؤسسة اسمها ارتقاء هي حفظ النعمة الرقمية كل مع الفوزان ومع مؤسسة بيل جيتس عشان السوفتوير ونوزع كثير وحصلنا من الهيئة توني كنت قبل شوي يشوف الأرقام أكثر من أربعة تلف وأربعمية جهاز أهلنا منها أكثر من الفين ومية جهاز يعني تسور الفين ومية جهاز من الهيئة بس وصل إلى ناس محتاجينها مو بس جهاز لا معرفة جميل وتقافة وبعدين طبعا أسسنا لحظة اللي هو كنف الطبية اللي هي تأمين طبي للأيتام والأرامل أيضا الهيئة الملكية وصندوق موظفي سابك بر وبعض المؤسسات في الجبال ساعدونا وفي التغطية والحصول على المسلمين ومهم جدا طبعا أنه من أراد أن يتطوع أقصد هذه الرسالة للفرد يتم من خلاله هو التأكد والتثبت من الجهة التي أقدم عليه أو أراد أن يتعاوم معها في موضوع التطوع أنت قل لك الدكتور فهد وأنت طبعا أمين ل يعني واحدة من أهم تعمل واحدة من أهم الجوائز المعروفة المتطوع عندما أو الفرد الذي يتطوع مرة وثانية وثالثة بالتأكيد بعد نهاية كل عمل تطوعي يحصل على شهادات برايك هل هذه شهادات تخدم هذا الشاب أو الشاب المتطوعين يعني لإيجاد مثلا وظيفة لتحسين الدخل وشوف حقيقة يعني يمكنني أنا أقدر أتكلم بشكل دقيق جدا لأن مثل ما قلت في البداية أنا عملي تطوعي أصلا مع منظمات دولية فأعرف التقدير تحديدا إيش معناه بالنسبة للشهادات ترى حتى الشهادات الآن الكثير من الجهات تستكثرها على المتطوعين والمتطوعات مرينا بمرحلة كانوا يأتون إلينا ويقول رجاء يعني يعطونا على الأقل شهادة إثبات بأن حنا عملنا الآن حنا مثلا في الجائزة على سبيل المثال وأنا متأكد أن في جهات أخرى ربما تكون عفوا يعني أفضل منه في الجانب هذا نحرص على أن يعني الشهادات هذا شيء مفرغ منها بالنسبة لنا ولكن نحن نفكر في شيء أكبر نحن نريد أن نقول لهؤلاء المتطوعين والمتطوعات شكرا ولكن بأسليب مختلفة المتطوع اليوم قد يمتلئ شهادات وليس الكثير من الجهات تعترف بهذه الشهادات مع الأسف يعني بالنسبة للقطاع الخاص ما تعني لشيء للشهادات يمكن شهادة شهادتين لكن بعدين راح يزين بالجدران لكن نحن ننتقل إلى خطوة عملية أكثر نحاول أن نطور هذا المتطوع عن طريق مهارات مهنية عملية تساعدها بمعنى لدينا باكج كامل على مدار السنة نحن عندنا برنامج المتطوع الصغير الابتدائي متوسط هؤلاء يبدأون معنا في برامجنا لكن ما نكتفي فقط بالتطوع نحاول أيضا أن نعطيهم بشكل شهري دورات تدريبية متعلقة مثلا التطوع الآن أصبح بكج كامل يعني في العلاقات العامة كيفية التعامل مع الآخرين كيفية مهارة التواصل الآن لو سألتني مثلا إيش أفضل مهارة في الحياة نعم كل واحد رح يختلف لك أنا موجهة نظري أفضل مهارة في الحياة أنك تستطيع عندك القدرة على التعامل مع المتغيرات الجديدة جميل هذا أفضل شيء أنا طبعا ما رح أطول عليكم رح يفتح المجال لكم بعد قليل من اللي عنده سؤال يرفع يده رح أعطيك تعليق بس قلت بتأكد سمونا ميرا طيب ممتاز تعليق على كلام التعليق على الموضوع ككل يعني على أساس العمل التطوعي العمل التطوعي الحقيقة أشار لها سعاد دكتور عبدالله الفوزان والأخوة الأفاضل ينقصنا هنا علشان العمل التطوعي يصير عمل يفتقر إلى العمل المؤسسي النقطة الثانية يفتقر إلى المعايير المهنية في التنفيذ والأداء وآخر نقطة يفتقر إلى العمل الشركات الاجتماعية مشاركة الاجتماعية يمكن هذه لو دعمناها الثلاثة شيراها مهم جدا مهم جدا ما تفضلت في اسمه الأميرة طيب أنا رح أطرح سؤال موحد أو سؤال واحد على ضيوفي الكرام بعدها سيفتح لكم المجال وأنا ودي يعني من خلال هذا السؤال دكتور عبدالله يبتسم ودي من خلال السؤال أنا فعلا ما نجالي الدكتور عبدالله ما شاء الله عليه خليه عليه خليه عليه خليه آخر شيء بسأل ضيوفي الكرام ودي أعرف أبدأ معك سمو الأمير طبا لو أتيحت لك من بكرة فرصة للتطوع ماذا تختارين حابة التطوعين في إيش السؤال جدا مهم الحقيقة هو السؤال لو كنت أنا يعني لا حسب تخصص الواحد أنا تخصصي لغة عربية أفضل أني أخدم خدمة عامة نعم وليس التخصصية لكن أنا بوجهة نظري لو كنت أنا طبيبة أو ممرضة أو مهندسة أي نوع من الهندسة لا تجاه تجاه التطوع التخصصي في الميدان ممتاز معني الأستاذ أنا والله جربت بحكم عملي في الإدارة الطبية يعني دائما نقول أحلى تطوع في الحج والعمرة ما شاء الله يعني خدمة الحجاج والمؤتمرين وضيوف الرحمن هذه أكبر حاجة ونقول اللي حصل لفرصة لا يتأخر وهذه الحقيقة تتميز فيها السعوديين صحيح يتميز فيها السعوديين خدمة الحجاج وضيوف الرحمن يمكن 6% من المتطوعين هم في خدمة المجاج بحمد الله وتفق الدكتور عبد الله شكرا لك أنا في ظني أهم نقطة في الحياة كلها تنمية الوعي أنا متطوع عبر حسابي في تويتر بأن ينمي الوعي إذا نميت الوعي الناس ستتطوع بشكل كبير جدا هذا العقل هو المنطلق ولذلك عندما تنمي وتغذي ولذلك مع وسائل التقنية اليوم لا تقول لي تستطيع أن تعمل عمل تطوعي وانت بيتك نعم وتنمي الوعي من خلال رسائل تقدمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحيح دكتور من دون مجاملة يعني لو سألتني بماذا أرغب أنا أقول دعم الفرق التطوعية بكل إمكانيات ممكنة ومن الآن أطرحها بشكل واضح وجليل الله يعطيكم العافية جميعا طيب يفتح المجال لكم اللي عنده سؤال هل في هند مايك هنا ولا نأخذ السؤال تفضل في المنتصف بسم الله تفضل السلام عليكم في البداية أحب أشكر الضيوف على الكلمات لو بس تعرف بنفسك طيب معاكم أحمد الشلوي أكاديمي ومتطوع في فريق خوات الجبال المشي أقدم شكري للأخوة الضيوف على كلماتهم وخبراتهم الرائحة والجميلة يبوني يشوفونك الضيوف الكرام طيب بتطوع ووقف نعم تفضل كيف ضيعت الفكر يجاوبك للدكتور عبدالف وزا لا تخاف أحمد توكل لا بسم الله الفكرة طبعا تميزنا في الهيئة الملكية في الجبال مشهود ومعروف والجهود تشكر وتذكر لكن من الكلمات اللي ذكرتوها أنا عندي تعليق وطلب التعليق اللي هو مشاكل الاستغلال في التطوع أحمد صوتك استرطع مشاكل الاستغلال في التطوع والمغالطات اللي تدور حول التطوع وارتباطها بأشياء قد لا تكون صحيحة من المغالطات مثلا اللي هو ان ارتباطها بالغرب أو بالمؤسسات الغربية أو بالتطوع النقطة هذه واضحة موضوع الاستغلال النقطة الثانية طبعا أنا بغربطها بفكرة أن التطوع أصل من أصول الدين أصل من أصول الثقافة نعم التطوع غير مرتبط لا بشر ولا بتخصص التطوع قد يكون مع الجوامد مع الحيوانات مع الضيور إماطة الأذى عن الطريق التطوع التطوع في ديننا أفعل الخير الله يطيك العافية أحمد في التعليق اللي هو عملية أن نربط التطوع بكبار السن أو بالمتقاعدين أو بالناس الفاضين المفروض يكون التطوع مع النشأ وهذا هو الفكر الأساسي وهذا اللي المفروض الآن نبدأ تأكيد الكلام بالدكتور عبدالله في تنمية الوعي وزيادة الوعي مع النشأ ونبدأ من المدارس يطيك العافية طلب يد معالي الرئيس شكرا لك أحمد في أحد بيعلق على موضوع الطلب ما وصل معليش الطلب أتمنى يكون عندنا بصفتنا مبادرين في الهيئة الملكية يكون عندنا مقرر أو منهج في المدارس أو في الكليات مع أن الجامعات سبقتنا الآن وفي مقررات بالعمل التطوعي وبتأسيس العمل التطوعي أتمنى أن نبادر في المدارس بزرعة هذه الفكرة وتأسيس عمل مؤسسي مع طلابنا وأبنائنا وهذا هو المستقبل للعمل التطوعي تسلم يا أحمد أعطيك العافية شكرا لك تفضلي شكرا للمداخلة الحقيقة التنمية الناشئة ليس فقط في الندارس وإنما نركز على تنشئة الطفل التنشئة الاجتماعية وحبه للتطوع منذ ضعومة أفضاري في المنزل قبل المدرسة ما في شكلنا هذه مأخوذة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف لأن كل متطوع له أجر النقطة الثانية على المؤسسات التعليمية في جميع مراحلها التعليمية أن تنشر ثقافة التطوع وأن تعمل علاقة ما بين المجتمع المؤسس التعليمي سواء الطلاب أو جميع مؤسساته وبين المجتمع الخارجي بين مؤسساته وافراده لتلاحم عملية التطوع بين هذا الموقع المكان التعليمي وبين المجتمع وأن يربط نجاح الطالب والانتقال من مرحلة إلى مرحلة بعدد الساعات التطوعية وكذلك الموظف تربط ترقيته بعدد الساعات للأعمال التطوعية لأن إذا قارننا العدد المتطوعين أو نسبة المتطوعين في المملكة بالنسبة للغرب وجدنا فرق شاسع بيننا وبينهم بينما نحن ديننا الحنيف يحثنا على الأعمال التطوعية وفيه أجر في الدنيا والآخرة تفضل أنا بس أحب أضيف للشق الأخير يقول ياليت يكون عندنا في المناهج مقرر يكون في مقرر مقرر إيه أنا أقول يعني إحنا كان لنا محاولات مع التعليم شعالت الأخ ناصر مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية هنا يسمعنا وتمت إضافة مادة لحفظ النعمة هو الحد من هدر الطعام في مقرر في التربية الاجتماعية ناخد سؤال آخر السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله محمد الزهراني مسؤول علاقات العامة المتقدمة وعضو فريق المتقدم التطوعي حقيقة هو يعني تقريبا تعقيب كنت أتمنى أن يسلط الضوء على صفات المتطوع الناجح ما هي الخطوات الهامة التي كل متطوع يجب أن يتحلى فيها الصفات كثير حقيقة نرى الفرق التطوعي خاصة الجبال تختلف عن أي مدينة ثانية فيها فرق متطوعة محترفة لكن في متطوعين عندهم الحماس كيف أننا كجهات وأعتقد أن الخبراء هنا ممكن يعني يوجهون متطوع ما هي الصفات الهامة التي يتحلى فيها المتطوع عشان يصبح متطوع ويصبح قدوة وأنعكاس أنا ودي توجه محمد سؤالك لمن والله يشوف أنا ما أقدر لا تحرجني كلهم قامات لكن يمكن الدكتور فهد دكتور فهد فما هي الصفات التي يجب أن يتحلى فيها المتطوع جميل جدا لنرى متطوعين ناجحين شكرا لك محمد أنا شوف أنا دائما أحب أكون إنسان عملي وأقول يعني ربما تكون إجابتي عملية أكثر أنا ما عندي نحن ممكن إذا حبيته وتكون إن شاء الله ثمرة هذا اللقاء أستاذ عادل دورات تدريبية متخصصة سواء للأطفال أو للكبار وأنا أفضل أنها تكون للفرق التطوع لأن عندهم أيضا بعض المهارات التي ممكن تساعدنا في عملية التطوير منها سيكون في قضية لأن الآن حتى الصفات التي سنتحدث عنها الأشخاص المعنيين الأطفال ما هم موجودين أمامنا فبالتالي الكلام رح يكون يعني ما لا داعي كثير فلو استطعنا مثلا وأنا هذه يعني عرض أقدمه يعني مجانا وكل حاجة وما فيها فضل ولا مننا لأن أيضا هذا منتج وطني المتطوعين منتج وطني ممكن نأتي هنا لو بشكل شهري أنا ما عندي مانع وأيضا نتدرب على المعايير العالمية وليس المعايير المحلية في كيفية لهو تخريج بدل ما نخرج قائد نخرج متطوع مهني مؤهل يعمل في جميع المجالات ممتاز تفضلي اسمونا ميرا بعدين المعليل بسيط الحقيقة أنا أعتبر أهم صفة في المتطوع هناك صفتان الإخلاص في العمل وحب العمل التطوع هذه إذا وجدت هاتين الصفتان في المتطوع ما في شك مع إضافة الدورات التدريبية بإذن الله تكون ناجحة أنا أقول إضافة على اللي قالوا الأخوان سمو الأميرة الاحتساب لله سبحانه وتعالى أن كل ما تقدم لا تنتظر منا يعني أي عائد وإنما أنا حسبك لله سبحانه وتعالى أن كل ما تقدم هو هذا إلا الله سبحانه وتعالى نعم دكتور عبد الله أنا أريد أن نسمع رأيك في يعني صفات المتطوعة أهم صفة أو سما نعم هي مجموعة سما حقيقة ولكن أهم شيء فعلا الشعور بالرغبة في تقديم خدمة للآخرين هل لديك هذا الدافع؟ هذا مهم حقيقة في هذا الإطار وبالتالي أيضا علشان ترى حتى التطوع ينعكس على الشخصية يعني ملازم شخصية المتطوعة تكون جاهزة التطوع أنا كنت حياوي ترونا قبل كذا لا أستطيع أن أعطي قدامكم التطوع سبحان الله فككك العقد الذي داخلي وصرت تشوفون قدامكم أحين أسولف هذا المتجايا قبل 25 سنة سنة تمتم قدامكم لا أستطيع أن أقول شيء فإذن هي علاقة ثنائية الأبعاد في خصائص وسيمات يجب أن تكون متوفرة لكن سبحان الله العمل التطوعي يسقل هذه الشخصية يخرجك كم من الناس اللي كانوا عندهم خجل ما شاء الله العمل التطوعي كم من الناس اللي ما كان يقدر فعلا يتكلم وصار العمل التطوعي فهي علاقة ثنائية لكن أهم شيء الرغبة في العطاء للآخرين هذه السمة يجب أن تكون متوفرة لدى الإنسان مع الصقلة التي تفضل فيها الدكتور فهد قبل سؤال مايك وين مايك تفضل نعم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ودي يكون لنا شوية التركيز علينا نحن الطلاب في المرحلة النقطة واضحة جميلة واضح واضح شكرا لك هل نجاوب ولا إيه ولا تبتاخل أسئلة لا 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 خلونا يعني ناخد مداخلة ونعلق عليها واكد عشان ما ننسى أي نقطة مجالات العمل التطوع يا ابني العزيز وابني الغالي متعددة جدا يعني أنت مثلا كطالب ثنوي تستطيع حقيقة مع زملائك أو جزء من زملائك في المدرسة أن تتبنون أي قضية مثلا والله تتبنى أنت جمعية داخل المدرسة مثلا لعمل تطوع كيف نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بما يخدم وطن الغالي مثلا هذه مبادرة أنت تتبنىها داخل المدرسة وتقنع الإدارة فيها وتبدأ تتبنى لو لذلك لا تستهين بعملك يا ابني حتى ولو كان العدد قليل جدا لا تستهين لا تقول والله نحن دائما نبحث عن مشاريع كبرى لا لا أن يهدي أن الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم فيا ابني أنتم قيل التقنية اليوم بيمكانك أنك تدرب مجموعة من الطلاب كيف ندرب الآخرين على استثمار وسائل التواصل الاجتماعي ليقضون عليها ساعات طويلة في شيء ينفع أو مردود مادي لأبناء الأسر الفقيرة كيف يستثمرون وسائل التواصل الاجتماعي بما يعود بالريع على مثل هذه الأسر وأنت شاب مؤكد أنك تتعامل مع التقنية وأنا كأني شفت بيدك الجهاز قبل شوي كان يقرأ السؤال من الجوال فبارك الله فيك إذن المجالات متعددة لذلك نحن نعلمون المدرسة ننظف المساجد أيام زمان لما كنت أنا بالابتدائي وننظف شوارع اللي حول المسجد هذا مجال أيضا المجال بأننا الدعاء للآخرين ولا خدمة مثلا حتى الأموات وأيضا خدمة شجرة ولدي ما جد غرص شجرة بجنب بيتنا هراجل بالي شناب صارت هاشجرة هاغلع عندهم أنا من أمو وابو صار في علاقة عاطفية بينه وبين هاشجرة إلى درجة أننا مجينا بننقل من بيتنا البيت ثاني قاعد يصيح عشان شجرة الله يخليه لك يا أكسر طيب بس ماودنا نتأخر على أدري أدري يعني أنا أقول اليوم المتطوعين أكثرهم من الطلاب الثانوية والجامعة يعني بالجمعيات الخمس اللي أنا أعمل فيها الآن أكثر المتطوعين من الطلاب وهم اللي يجيبون لنا المبادرات والأفكار الجميلة جميل تفضل يا أختي قد يكون هذا آخر استفسار أو مداخلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوزي طوالة أهلاً في ضيوفنا الكرام سعيدة بهذا الإطرالي سمعته من والدتي الغالية الدكتورة الجوهرة والدكتور عبد الله الفوزان شكراً للهيئة الملكية وإدارة إدارة التعليم الشرقية للحضور وهذا الاحتفاء الجميل باليوم العالمي للتطوع وسؤالي جميعنا نعلم ونرى المتطوعين في المملكة جهود بارزة جهود مميزة جداً واضحة للعيان حب العمل التطوعي في الشباب السعودي طيب متى نرى مركز تطوعي يلم هذا الشعث متى نرى مركز تطوعي سعودي لا يرتبط بأي وزارة طبعاً نحن نعرف أن الخميسة اللي فات تقريباً كان هناك اجتماع حول إنشاء منصة في وزارة العمل تعني بالاهتمام في الساعات وفي احتساب أعداد المتطوعي لكن نحن كمتطوعين لنا حلم أكبر وزارة التعليم تحتوي أو لديها طاقب بشري كبير جداً من الطلاب يعني جداً عدد هائل سواء كان في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوي كذلك كلنا نعلم جهود وزارة الصحة التي برزت بروز غير عادي وتشكر وزارة الصحة في العمل التطوعي فكل وزارة كذلك الإسكان الآن أنشأت الإسكان التنموي كلنا نعلم الآن إنشاء وحدة الإسكان التنموي طيب متى نرى هذا المركز دكتور عبدالله الفوزان شكراً حطوا كل شيء على عبدالله الفوزان هي قصدك ربما وجود هيئة وطنية معنية بالتطوع على مستوى المملكة وتكون مخصصة حقيقة وتلملم شتات هذه الجهود التي تبذل في كافة المجالات أنا أقول لعل يبرز من هذا اللقاء توصي بإنشاء هيئة وطنية للتطوع ولعل سمو الأميرة إن شاء الله يكون فيها خير وهي فيها خير بإذن الله خاصة في هذه النقطة لتدعم مثل هذا التوجه وأنا مستعد حطيدي بيدها ونرفع للجهات العليا بهذا الخصوص رسم الخدمة يا دكتور أنا أيد بشدة هذا التوجه والحقيقة أنا بعدما تقاعت وهب نفسي لخدمة هذا الوطن وأبنائه واللقاء بهذه الوجوه الكريمة الله يعطيكم العافية ما أنسى حقيقة أشكر إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل على التنظيم والترتيب وأيضا أشكركم على حسن الاستماع والإنصات وأشكر ضيوفي الكرام في الجلسة سمو الأميرة الدكتور الجوهرة بنت فهد السعود أيضا معالي الأستاذ حمد بن محمد الضويلع الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان والأستاذ الدكتور فهد بن محمد المغلوث يعطيكم العافية وشاكرين والله لكم شكروا جمهور شكرتهم في البداية أنت بشيء علي يا دكتور الله يعطيكم العافية والآن نبقى مع التكريم قبل التكريم الحقيقة أنا أشكر للحضور هذا التجمهور الذي يثلج الصدق ويسعد قلوبنا ويشجعنا على الأتيان مرات ومرات لهذه المحافظة الحبيبة على قلوبنا ولأهالينا في هذه المحافظة سواء أبنائي أو أحفادي أو أخواني فحياكم الله وشكرا على استقطاع هذا الوقت الثمين من مغلوث يتفضل الآن يتفضل سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي للتكريم ونبدأ بعمل الله وتوفيقه في تكريم المساهمين في إنجاح هذا الحفل وهذه الفعالية سمو الأميرة الدكتور الجوهرة بن فهد آل سعود مدير الجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن سابقاً معالي الأستاذ حمد بن محمد الضويلة نائب وزير الصحة للشؤون الصحية سابقاً الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان عضو مجلس الشورى والأمين العام لمركز المركة عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور ناصر بن عبد العزيز الشلعان مدير التعليم الشرقية والدكتور فهد بن حمد المغلوث الأمين العام لجائزة الأميرة الصيطة بن عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي المتطوعين النوعيين الأستاذ عبد الله إبراهيم المحمدي ويستلمها بالنيابة من نيابة عن ابنه محمد مؤسس نادي الجبال التطوعي الأستاذ فوزية طوالة المرأة قائدة التطوع وقائدة فريق وطن متحد الأستاذ محمد عقيل الرويلي رحمه الله يستلمها شقيقه أحمد ويجائزة المتطوع الملهم وأيضاً تكريم المتطوعين نوعيين عبد الرحمن العنزي وهو متطوع من ذوي الاحتياجات الخاصة الجمعيات الخيرية في المدينة عفواً الآن تكريم الأندية التطوعية بالمدينة الفئة الثالثة نادي الجبال التطوعي شركة المتقدمة التطوعية فريق نبض الجبال التطوعي فريق الشباب همة شركة صدارة التطوعية مبادرة طفلي ثروتي فريق سيدات الصحة فريق الخدمات الصحية التطوعي فريق سند التطوعي نادي عالم العلوم التطوعية نادي عالم العلوم التطوعية فريق هوات المشي فريق عطائي لوطني نادي غيم التطوعية نادي غيم التطوعية نادي رفد التطوعية فريق إعلامي الجبال التطوعية فريق هدف التطوعي فريق المواطن الرقمية فريق اللياقة والمشي النسائي فريق شركة كيميا التطوعي 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 الجمعيات الخيرية في المدينة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجبل جمعية أيتام الجبال الجمعية الخيرية للطعام إطعام جمعية محبة للتنمية الأسرية الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة إرادة جمعية التنمية بالمنطقة الشرقية وآمة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات رسالة جمعية الجبال الخيرية جمعية طيف التوحد مؤسسة الأعمال الخيرية لأعمارة المساجد جمعية وهج النسائية الخيرية الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في الجبال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مذكرات التفاهم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية الجمعية السعودية للذوق العام جمعية مكارم الأخلاق مركز بناء الأسر المنتجة جناء جمعية البر بالمنطقة الشرقية مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الرد communist الآن تكريموا نماذج تطوعية ناجحة جاسم علي الملة عمر فهد الغربي عبير الدائل عبير الدائل عبير الدائل قبل الختام شكرا لإدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل على إقامة هذه الأمسية وأنتم جميعا شكرا لكم شكرا لكل فكرة بنت ولكل رأي أصلح والهيئة الملكية بالجبيل دائما وأبدا تقول مرحبا بالتحديث والتطوير والتجديد ولا ننسى في هذا اليوم بما قدم لأستاذ عادل نتقدم بالشكر له وتكريم بسيط من الهيئة الملكية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة